السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتوا طيبين و سنة جديدة سعيدة عليكم يا دكتة المستقبل و اهلا بكم في سنة اولى طب معكم دكتورة صحر محمد يبريل مدرس هستولوجي بكل الطب النهاردة هنديكم باذن الله المحاضرة الخامسة من البلوك التاني اللي هو المحاضرة بعنوان المحاضرة من الحاجات المهمة في الهستولوجي ان انا اعرف او اقول البلوك من بداية البلوك و احنا بنتكلم على السيل و عرفنا تركبها سواء سيل ممبراين نيوكليس والسايتو بلادن لو جينا للسايتو بلادن قولنا السايتو بلادن عبارة عن ايه السايتو بلادن ماتريكس اللي هو كولويدا في نيوترنت أمينو أسيد كاربوهيدرات و في ايون و في مينيرال جوه السايتو بلادن ماتريكس ده في حاجة في مياه أورجانيلز أورجانيلز تيبع عبارة عن ايه أورجانيلز جاي من أورجان أورجان يعني عضو يعني عضيات العضيات دي يا اما لها ممبراين متحواطن ممبراين و دول اخدتهم يا اما ملهاش ممبراين و ده اللي هتكلم عنه طيب لما نيجي نتكلم على قلنا متفقين ان احنا لازم نقولها أورجانيلز دي عبارة عن حاجة يعني عيشة حية يعني مش ممكن نهاردة هشوف في الخلية أورجانيل بكرة مش هلاقي فيه لا ده بيرمنت موجود طول فترة حياة الخلية يبقى لفينج بيرمنت اكتف يعني شغال على طول يبقى لفينج بيرمنت اكتف بتبقى موجودة يبقى لما اتكلم عن يعني أورجانيل يعني عبارة عن يبقى لفينج بيرمنت اكتف يبقى لفينج بيرمنت اكتف بيرمنت اكتف يبقى لالجزء الثاني نانمنبرينة او جرانيوليس تمام بتبقى زي ما قلت لكو بيعي ما اتاتش للرف اندبلارين او موجودة فري في السايتو بلايس بتكون من ايه البرتكال او الجرانيول دي بتتكون من الار انا وبروتين ار انا نوع ايه انه نوع من الار انا اسمه رايبوتومال ار انا وبروتين طيب ده بيحصل في المكان تصنيع او تخليق الريبوزوم دي تخلق فين هي هي نفسها الريبوزوم بتكون فين بتكون في النيوكليولاس الار انا والبروتين هيحصلهم انيتشيل اسمبلي جوى النيوكليولاس بعد كده يطلعهم من النيوكلياس الماطح لتحصلهم ايه Charlie Einsim discord ب اه الريبوزوم دي تكون من الر ار انا وبروتين البروتين دي تكون فيتكون في النيوكلياس ولا بتجيلها منين مفش اي بروتين بيتكون جوى اليوكلياس او اليوكليولاس البروتين بتكون في الطريق القدر او يجي من السيتو بلايس يضحز وكهو wherein يجربا يه学 في السيطاب الاريب عر ايه الاريبوظوم الار chains سيتفسي نسخ الاريبوظوم الارن إيGI نتيجة نسخ الاريبوظوم الار نا وأيضا في الاريبوظوم الار نا تركان الاران في نسبته النسخ اللازية في سهل كورموظوم نسخ الاريبوظوم الارن نا مع البروتين اللي داخل لها من السيتو بلاك هما اللي اتنين تحطوا مع بعض اعمال انشيال اسمبلي للريبوزون في صورة ايه؟ في صورة 2 سابيونيتس واحدة كبيرة واحدة ضغيرة زي ما انتم شايفون في الصورة كده الريبوزون عبارة عن 2 سابيونيتس large و small وهم اللي اتنين بيتكونوا من ايه؟ من RRNAs وبروتينس تمام؟ يطلعوا من النيوكليولوس للنيوكلير الماتريكس للنيوكلير بور لحد ما يوصلوا السيتو بلاك ما هيحصل لهم final assembly وهتبقى جاهزة للفانكشن بتاعتها ايه بقى الفانكشن بتاعتها؟ الفانكشن بتاعتها عبارة عن ايه؟ بتقرأ رسالة جيالها من النيوكليوس الرسالة دي عبارة عن messenger RNA او RNA الرسول تبص في الرسالة وتقراها وتلجمها وتستخدم لي شوية حاجات كده التركشن عشان تكون لي ايه اللي بتصنعه ده اللي هو البروتين طيب هو الماثنجر RNA ده جي منين؟ نفس قصة الريبوزومة RNA بس الماثنجر انا عندي الDNA موجود في النيوكليس تمام؟ في جين معين لبروتين معين موجود في الDNA تمام؟ الجين ده عشان يترجم عشان يتصنع منه بروتين برا ما ينفع شيطوها الDNA برا نيوكليس وما الايه اللي هيحصل الجين ده بتاع البروتين المعين المطلوب من خلية دي انها تصنعه؟ بيحصل له ترانسكريبشن نسخ على RNA بنقول عليه الماثنجر RNA بيحصل ازاي النسخ ده الDNA بيفصله عن بعض زي ما انتو شايفين في الصورة كده وبعد ما يفصلوا من بعض هايه انواه الريبوزومس في نوعين موجودين عندنا نوع بيبقى free بارسيكز او الجرانيولز بتاعت الريبوزومس موجودة free في السايتو بلاس وفي نوع تاني بيبقى الجرانيولز دي عبارة عن اتاجد مسكة في الشبكة الاندو بلاسمية الخشنة او rough endoplasmic reticulum دي ليها دور ودي ليها دور اللي هي اتاجد للRER او rough endoplasmic reticulum دي بتصنع البروتينز اللي هي هتصدرها للخارج تمام؟ لان البروتينز اللي بيطلع منها بيدخل جوه الRER وبعد كده من الRER هيدخل لجولجي وهيبقى package بطريقة معينة وعلي زي تيكت او لابل بالعنوان اللي رايح له هيمسك فيه عشان يفضل سواء في الابيكال سايتو بلاسميك ميمبرين او البيضولاترال تمام؟ فبالتالي نتيجة تكوين البروتينز بالاتاجد الريبوزومس هيتكون بروتينز موجود في سايتكريوتو فيسيكل هيتخزن جوه الخلية لحين طلب لما يجي لها ستيمولوس عشان تطلع البروتين ده تمام لإكسبورت او إكستريشن برا الخلية هيطلع من المكان المحدد له ان يطلع من خلاله سواء اميكال او بيضولاترال بارت من بلاسميين بريبوز برضو من حاجات اللي بتصنحها الاتاجد ريبوزوم هو البروتين بتاعة اللايزوزوم تمام؟ ودي برضو بيبقى لها زي تيكت او سيجنالينج بارتكيلز بتروح عند دوكينج بروتينز معينة وتبقى موجودة في اللايزوزوم الميمبرين بحيث تفضي البروتينز دي فيها يبقى كده الاتاجد ريبوزوم بتبقى التاجد الراف اندو بلاسمي بروتيكولوم بتبقى مسؤولة عن تصنيع البروتين اللي هو هيتصدر خارج الخلية او اللايزوزوم او البروتين بتاعة اللايزوزوم فبيطلع البروتين البولي بتعيد من الريبوزوم اللي على الار اي ار يدخل جوه اليوم من بتاع الار اي ار ومنها عن طريق الفيذيكيز في الجولجي في الجولجي هيحصله في الار اي ار بيحصله موديفكيشن في الجولجي بيحصله باكتج وبياخد سيجنالينج باسوي او بروتين معين كده بكي انه بيقوله انت رايح العنوان الفلاني عشان تروح تطلع من خلاله البروتين تمام اما الفري دي بقى عندي اللي بتبقى موجودة في السيتو بلاس بيدي بتصنيع البروتين اللي بتستخدمها الخلية على طول تمام الفري دي منها نوعين نوع اللي هو سفيرس اللي هو الجرانيول المتنطورة كده ياما النوع الثاني اللي هو بروتينز حس ان الريبوزوم عامة زي السبحة يانه ملفوفة على خيط كده زي السبحة الخيط ده بيبع عبارة عن مسنجر ار اي نا كل واحدة من الريبوزومز دي بتمسك فيه بتبدأ من عندي الستارت من البداية عند خمسة داشهود بعد كده تقعد تقرأ تمشي تمشي على مسنجر ار اي نا كل كودون بتقراه بيجي الانتي كودون بالامين واسط مع التى ار اي نا تكون بولبوتادشين شايلاء على ظهرها وتيجي اللي بعدها وتيجي اللي بعدها الحد دي ما تخلص تيجي اللي بعدها تمشي وراها فكده تحسوهم ماشيين في سلسلة على المسنجر ار اي نا فدول تكميعة من الفري اللي هو موجود قطي في السيتو بلاست فري يعني موجود في السيتو بلاست يبقى بس في شكل بوليسود للجمعين على خير واحد او شريط واحد اللي هو المسنجر ار اي نا كده احنا خلطنا اول النون ميمبرينات ارجانيل اللي هو ريبوسون ندخل تاني حاجة بقى هو سيتو سكيلوتون السيتو سكيلوتون ده عبارة هيكل الدعامي للخلية ده عبارة اي نتورك او فيبرز اكسيني سرو او زي سيلس شبكه من الفايبرز من الالياف تمتد خلال الخلية كلها تشمل اي تشمل مايكرو تيبيول والفلم ستقبل مايكرو تيبيول يعني مايكرو يعني دقيقة او ثمول تصغير تيوب اللي هي تصغير انبوبة انبوبية يبقى انبوبية اتباع انبوبية الدقيقة ملي قلتلك ان تبقي شبه الشاليمون اه اه هي اللي لونها ازرق في الصورة تحت دي بعد كده الفيلمان الثي المتكون السيتو سكيلوتون النوعين اللي هما مايكرو الصغيرة او او الاكتيب والانتورميدية اللي هي الوسط انتورميدية الفيلمانز تمام؟ هنتكلم بعد كده ثم نأخذ سنتريول لأن السنتريول وهي تعمل معروتيبيول سنتخل معروتيبيول أول شئ هنبدأ بالميكروتيبيول ما هي الميكروتيبيول تركيب انبوبي ريجد شكل تيبيول شكل الشاليمون زي اي انبوبة مجوفة تركيب انبوبي ريجد الديامتر اللي هو كل يتكون من مكرو تيبيول يتكون من بروتين بروتين يتكون دايب في السيتو بلاد اسمه من تيبيول تيبيولين تيبيولين يتكون من يتحول لمايكرو تيبيول يترص بطريقة معينة هم نوعين من حبوبين بروتين alpha و beta alpha و beta هم موجودين في الصيتوب لايف المتحدث المال alpha و beta هي يجمع مع بعضها يدينه heterodyمرز هتيرو يعني مختلف لانه هم alpha و beta dimers يعني اثنين كل heterodymers سيمسك مع heterodymers و تاني يترصون مع بعضها في خير طويل اسمه protophyllam اللي هو قوة المستطيل دا يكون alpha اللي هيا لونها أصفر تمسك مع البيتا تيبولين بتاع الهتيرو دايميرز اللي قبلها وترسطوا كده هو وراء بعض لحد ما يكونوا بروتوفيلامين كل 13 بروتوفيلامين يتجمعوا مع بعض بشكل سطواني يتكونوا لأتيوب في النص لها اليومين يبقى المايكرو تيبيول يبقى عبارة عن ريجي تيبولار فتركشور دايمتر بتاو 25 نانو متر ان دايمتر يتكون من تيبولين بروتين الفا اند بيتا يبقى بشكل الهتيرو دايميرز مع بعض وبيكونوني بروتوفيلامين 13 بروتوفيلامين مع بعضة هي كونوني مايكرو تيبيول اللايت ميكروسكوب بجنرال الاستيجنب Hallelujah ه engineeredstaining عشان نشوف عايز special stain Doctors فسب ettiلي نقادع نشوفه باللايت ميكروسكوب اللايت ميكروسكوب السيمبلي او هضف او تاكوين الميكرو تيبيول ذا بيحصل في لن ال مكان اللى سال Бог يحصل في منطقة معينة كده سمعه من قول علىها ميكروتيبيول ارجانيزينج سنتر او سنتروسوم سنتروسوم او مايكروتيبيول ارجانيزينج سنتر بيبقى نير ذا نيوكلف جنب نيوكلف عنده وانبول من خلية تمام في الصورة اللي عشمال الصورة اللي عينيين بقى نحنا شايفين السنتروس والمنطقة المحوطة بها دي على بعض هي وشمعنا في المنطقة دي لايمن ترون في الصورة من فوق كده في دواية لونها احمر صغيرة الدواية اللي لايمن هاحمر دي اسمها جوبيولين رينج جوبيولين رينج still in initiation site يعني نقطة البداية اللي بيجى عليها سيتحطن عليها كإننا نج resin جيبى حلقة وهرس عليها باقي الميكروتيبيول حشان تطيقيني الميكروتيبيول تمام بييبيحصل لها اسيم بلي او تخليق في الميكروتيبيول كورية ويريد المنطقة دي بنقول عليها سنترزون بتتكون من السنتر يورث والاريا اللي حواليها بنلاقي فيها ايه؟ جامة يوبلين رينج اللي هي انيشيشن رينج الحلقة اللي بيضاف عليها المايكرو تيبيول هيتيرو دايميرز عشان انت تقول لتراتاشر بوتو فيلمينز بتاعة المايكرو تيبيول طيب المايكرو تيبيول ده ثابت ولا متغير في بيبقى المايكرو تيبيول ثابتة وفيه ثابتة تانية بيبقى فيها المايكرو تيبيول دي بتتكثر وتتكون يحصل لها بوليمرزاشن يعني تكوين ويحصل لها بوليمرزاشن يعني انا عندي انت و واحدة بلاس و واحدة مع نص و ال بيجيب لين هيتيرو دايميرز يتحط عليها فبتكبر فيحصل لها جروين تيب نقول عليها بلاس انت اللي بيحصل من حلالها بوليميرزاشن ناحية الثانية يتقصر الهتيرو دايمر ويدوف في السايتو بروز ده بيحصل امتى؟ لما انا عيدة الميكرو تيبيول تطول تتحرك انها تروح في اتجاه معين بتنقص من الناحية وبتزيد الناحية الثانية كأنها تتحرك في اتجاه معين يبقى الميكرو تيبيول في الستراكشور معينة بتبقى بالمنة formulation sorry polymorization aka polymoralization ما هي البقى الميكرو تيبيول ميكرو تيبيول من منطقة لمنطقة في السايدو بلان ازاي ده بيحصل في اول سرعة الشمال كده المايكرو تيوبولة عاملك انها شريط قطر وعليها قطر ماشي او عربية قطر بس قطر بضعها شايل فوقي كارجو او حمولة تمام القطر ده بيتحرك وشايل فوقي الكارجو اللي هي ارجانسة او ماكرو ملكدورة هل المايكرو تيوبول ده تتحرك ولا الاتر قطر بس اللي بيتحرك وهو ماكرو تيوبول دي مش تبتع من ناحية اللي هي بلاص انت ناحية الاتجاه اللي رايح له الهمولة بيحصل لها بالتنى فكأن الميكروتيبيول كأننا بنمهد السكة بحديث والقطر موائش فيها كأننا بنحط السكة حديث حدث 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 والقطر بمشيه الحد ما يوثر للمنطقة اللي هي عايدة تروح لها الورجانيز او الميكروتيبيول ايه الفايدة التانية؟ الفايدة التانية انه بيعمل support الميكروتيبيول دي عمنا support زي ما شايفين كده في الصورة التانية او الصورة الاخيرة الصورة الاخيرة بقى شايفين انواع الفايبر الكتير الميكرو اللي هي الصغير ميكرو فيلمينت والانترميدات اللي هي الوسط اما الميكروتيبيول اللي هي عاملة داي الشريمة واللونها مسفر شوية او دهب شوية دي عاملة support عاملة mechanical support للخلية بالالياف المختلفة التانية يبقى اول 2 functional microtubules displacement or movement للMicrotubules و الorganized through cytoplan بتحركهم من حتة لحتة كأنها شريط قطر بيحصل منطقة الناحية الباس ان بيحصل بولماريزيشن و الناحية التانية بيحصل دي بولماريزيشن بتعمل mechanical support مع باقي بيحصل بيحصل ايه هي الفنكشن دي التانية للميكروتيبيول انها لها دور مهم جدا في السيل ديفيجن بتعمل ايه بتكون حاجة اسمها الميكروتيبيول دايما انتم شايفين في اول صورة على الشمال في السنتر يولز من كل الناحية من ناحية دي ومن ناحية دي وحواليهم الاريا اللي حواليها دي منقول عليها الميكروتيبيول الميكروتيبيول اثناء السيل ديفيجن بيبقى الكروموزوم موجودة في الميدل لاين تمام تيجي بقى الميكروتيبيول من كل ناحية وتمسك الكروموزوم عند الكينيت كور او الحتة اللي في النص بحيث انها تاسم الكروموزوم نصين او 2 كروماتيد كل كروماتيد هتتشد بالميكروتيبيول او هتتحرك على الميكروتيبيول زي شريط الاطر برضو هتتحرك لحد ما توصل الميكروتيبيول اللي ب tails والنهاية بحيث ان تقسم الكروموزوم من هنا و من هنا نصفين تبقى الي شريط اول ميكروتيبيول التالة وقلنا بين او ت mam inclusive حيث ان يحرق الكروم وأيض الناحية من الخلي المية ايه فانكشن يام علي المطلس التعواد بغداته تدخل عليهم التركيب او س prominent structure الت home page تط Gibi ايهي beginnen التي سيليا اللي هي أهداف فلاجيلة الفلاجيلة دا عبارة مرضه زي نوع من الأهداف بيبقى طويل كده بيبقى مواجود زي السبيرم دي اسمها فلاجيلة السيليا اللي اسمها بتاع السيليا قوال فلاجيلة جواه الكور بتاعه عبارة عن ايه ابارة عن مايكرو تيبيول يبقى كده إحنا أخذنا كام فانكشن حد الوقت مصند وقت أربعة أول اتنين حد فاكرهما ماذا هم أول اتنين ثالث حاجة شركت في تكوين المايكوتوتك سبيندل أو خيوط المغزلية أثناء سيل ديفيجون عشان تشد الكرموزوم أو الكرموزوم تتحرك عليها دايما بتتحرك على شريط القطر نعم، رابع حاجة انها تكون المهمة وهي المهمة الثانية وهذه الـ 20 مهمة اللي هم اصلاً في الميكرو تيبيو الوينجي سنتر ثالث حاجة التواصل التانية هم الاثنين اللي هم السيليا والفاجلة تبقى داخل القرد بتاعهم بيتكون الميكرو تيبيو سي ما انتوا شايفين السيليا برا في الجزء المطايل بار بتاع السيليا بلاقي كل مع البريفري اتنينات تسع اتنينات ناين دوبلت وفي النص تو سنترال سيجنز فيه اتنين مايكرو تيبيول في النص ومفاصلين وع البريفري من بره فيه تسع اذواج ناين دوبلت تمام؟ طيب نجي نتكلم معنا التركشور الثالث من النن امبريناس ارجاني اول حاجة كان ايه؟ ريبوزومز ذالث حاجة ايه؟ مايكرو تيبيول. ثالث حاجة ايه؟ السنتريول ليه انا دخلت السنتريول دو بالنص؟ لانه الماكرو تيبيول دخل في السنبت سنتريول بعد كده هارجع للجزء الثاني من الفيلمنت. يبقى انا كده عندي ريبوزومز وفريسان نختي الفيلمنت وادخلت على السنتريول وهارجعي الماكرو تيبيول بعد احجي الترجمة Elder Teoch 밝혔ati ريبوزومز وفريسان يجب اختينا الفيلمنت هذا الماكرو تيبيول worthover وبعدين اخذت السنتريول عشان الميكروتيوبول هو اللي يؤدي الى السنتريول السنتريول زدول عبارة عن اي يا شباب عمر بيبانوا في الخالية عبارة عن نقطتين two dots بيبقى close to the nucleus زي ما انتو شايفين في الرسمة ايه هي يبقى الفنكشن سينتريول هي ما احنا عارفين الخالية الانترفيس اللي هي مش بتنقسم بيبقى فيها pairs من السنتريول اثنين كل واحد at right angle to the each other تمام لما يحصل ان الخالية تدخل في cell division تمهيدا للسل division او اثناء الفاز بتاع السل سايكل فيه فاز كده اسمها جيتوف خلال الفاز دي بيحصل self-replication الزوج الواحد هيتكون له زوج ثاني عن طريق self-replication وكل واحد فيهم هيروح تورد بول من الخالية ايما عند each بول من المكان من المكان اللي بيبقى فيه بيرف سنتريول والسراؤنين اللي احنا بنقول علينا central zone وميكروتيبيول بتطلع الميتوتك سبندل هتمشي الانت ان فيه كل بول من الخالية عليه تمام يبقى الفانكشن الاساسية للسنتريول انه بيحصل self-replication في G2 من السل سايكل هيتكون 2 pairs هيروح ل ميتوتك سبندل ميتوتك سبندل ميتوتك سبندل ميتوتك سبندل هتروح للسل ميتوتك سبندل وهتمسك الكرموزوم ينقسم كل كرموزوم الى 2 كرموزوم وهيتحرك 2H5 عشان يتكون كرموزوم الفانشن الى 2 لسنتريول انه هو هيكون البيضة البادي بتاع السيليا والفلاجيلة تمام البيضة البادي يبقى السيليا او الفلاجيلة فيها البيضة البادي غير المطهي بتاع الفلاجيلة او السيليا البيضة البادي اللي هو سنتريول يعني نفس سنتريول 9 preferent triplet ولا دوبت يبقى 3 من 3 مايكروتيبيول كم حزمة من 3 تسعة حزم من 3 مايكروتيبيول في البريفل وفي السنترل مفيش اي مايكروتيبيول اما المطهي البادي بتاع السيليا الفلاجيلة بيبقى بارا 9 دوبت يعني 9 حزم بس كل حزمة عبارة عن ايه دابل مايكروتيبيول وفي النص بيبقى يعني ايه واحدة وواحدة اثنين مايكروتيبيول في النص بس منفصلين عن بعض تمام وده المسؤول عن المطهيليتي تمام السيتوسكيلتون السيتوسكيلتون ايه نرجع له تاني احنا كنا اتكلمنا على مايكروتيبيول ودخلنا على سنتريول عشان هما الاثنين مرشاة السنتريول بتكوير مايكروتيبيول نفس الفنكشن تقريبا هنرجع للجزء التاني من السيتوسكيلتون وهو الفيلمنت ومعنى نوعين من الفيلمنت اما السنت اللي هو الاكتين او المايكروفيلمنت والانترميديات اللي هي بتبقى وسط بين السنت والسيج والميكروتيبول السنت الميكروتيبول قلنا في الاول الديمتر متاع 25 نانومتر السنت من 6 ل 8 نانومتر اندعمتر اما الانترميديات بتبقى وسط من 8 ل 10 في نوع ثالث من الفيلمنت سيك فيلمنت او الميوسين ده مش بارت من السيتوسكيلاتون ده بيبقى موجود في خلايا العضلات ولسه متكلم عنه بعد شوقها الميكرو فيلمنت او الاكتين فيلمنت او السين فيلمنت ده تتكون من اكتين فيروتين اسمه جلوبيلور بروتين دايما انتو شايفين تحت حبارة البروتين او جي بروتين دي معمولة في تو ستراند دابل ستراند انهيليكال مانار دي اناي كده بزبط شكله تمام بتبقى موجودة تحت البلادنا الممبرين بنقول عليها تيرمينال ويب تبتعمل سابورت وشيبلس لما بيبقى فيه بعض الخلايا الابضبط في سرق الخلايا المسؤولة عن الانتوصات بيبقى فيه خميلات طلع منها كده بنقول عليها الميكرو فيلاي بتحتوي دول كور بتاعها على اكتين او مايكرو فيلمنت فبعد الخلايا الاكتين فيلمنت ده بيبقى تمام ويبقى مسؤول عن اسم ذي ايه الخلايا دي ذي الخلايا اللي هي العضلات او انسكة العضلات فيه خلايا تانية اثناء الانقسام الميكرو فيلمنت والاكتين فيلمنت الميكرو فيلمنت مكان انقسام او تخصر الخلية بتعمل لنا حلق التخصر او انقسام بحيث تساعد من السيتو بلايات ينقسم الى جدئين فيتكون عندنا 2 cells الميكرو فيلمنت او الاكتين او ثل فيلمنت بتبقى موجودة تحت البلازمامامبرين في ارمين نتورك او ترمينال ويتم مع باقي الفيلمنت تمام وبعد الخلايا بتبقى لها الامتابي ماسيل وهو مثقول عن ميكرو بالفعل اثناء السل دي يюсьون الانترميديت فيلمنت الانترميديت فيلمنت انترميديت والسل والسل والسيك فيلمنت انواع مختلفة منrado بتختلف في الكميكرا وبتبقى موجودة وكلايا مشايانه يعني كلاس او الكيراتين بيقال عليها التونوفلامنت ده نوع من الانترميدسيلا blebéبقى في الستراتيفايت إيبثاليا اللي هو الابساليا متعدد الطبقات او النسيج الطلاقى او المغط• مجرد ده بيبقى موجود فين؟ موجود في الاسكين او الجلب الخلايا تعطى خلايا تحتوي على الكيراتين النوع الثانى اللي هو من الانترميدسيلا الالى profesLouismen basement خلايا العضلية الملساقة اللامنين تكون موجودة تحت نيوكلر انفولوب على أطول وهذه المسؤولة بإتعاد تكوين أو تخليق نيوكلر انفولوب بعد ما يحصل ديفيجين وكل نسخة أو ست من الكرموزوم تروح في وان بول من الخلية وتنقسم دي خلية ودي خلية لوحدها هيرجع يتكون نيوكلر انفولوب جديد حوالي المموعة الجديدة من الكرموزوم فتكوين نيوكلر انفولوب بيعتمد على وجود اللامنين تحت نيوكلر انفولوب لو قلنا ايه هي الفونكشن بتاعت الفيلمينت عمتا على بعض بقى سواء ثم فيلمينت او انترميدياد فيلمينت اول حاجة ميكان الكالسابورت هم الاثنين مشتركين في الميكان الكالسابورت والمفولج بتاع الخلية الانترميدياد فيلمينت هي المسؤولة تمام بصورة اكبر على توضيع تنسايل فورس على الخلية زي ما قلنا عندما كان السيل جونكشن مع الخلية مع الخلية التانية لما بيحصل استريتش او فورس على الخلية فالتاني ما يبعدوش عن بعض لان التنسايل او قوة الضغط دي تتوضع على كل الخلية عن طريق الفيلمينت تاني حاجة اما مسؤولة عن المسل كونتراكشن دي الاكتين تمام المسؤولة عنها تعمل كونتراكشن رينج في السيل دي فيجن برضو هي الاكتين فيلمينت فدي تلخيص الفانشن بتاع الفيلمينت بتاع السايتوسكيلتون السيك او الميوسين فيلمينت دي نوع الثالث من الفيلمينت السين والانترميدياد والسيك ان هذه الكلام مليا لي wasn't part من النسايل سيتيسكيلتونام بالعكس استريتش wine والانترمي zm يوجس الخلايا محترر ب الخلايا محددة كاليج في السيتي Beautiful Muscle وليس الموضوع مع المسؤول وفي الشكل ليس لأنه هو موضوع عن طريق المؤية في الخلا femmes وكان مستشИك حاجاتي دي وغرفتها نوع المفقلة في الوطن وال sort improvement البروتيوزومز دي حبت اقولكم كلمتين عنها لان انتم ممكن وانتم بتحلوا امسكيو او امتحنات هتلاقوها من الاختيارات البروتيوزوم ده عبارة عن بروتين استراكشور نون امبريناس زي يوتيوب كده بيدخل فيها البروتيين من ناحية بيطلع من ناحية التانية امانو اسس زي ما انتم شايفين في الصورة بس البروتيين اللي بيدخل فيها يبقى لازم بيبقى متعلم بعلامة يبقى ليه علامة معينة عشان يقدر يدخل العلامة دي اسمها ابوكتين فبيبقى عليها كذا ابوكتين فبنقول عليها بولي ابوكتين اتد اي بروتين وبتدخل من ناحية كبروتين من ناحية التانية بيحصل لها ديجراديشن او اي كأن الفانكشن بتاعتها كان هزاي فانكشن بتاعت لايزوزوم بسا بتطلعوا من ناحية التانية عمانو اسس ومش اي بروتين بيدخل فيها البروتين اللي هي اي بتبقى مدة العمل بتاعتها تقايرها بتاعها تغير البروتين اللي بيبقى فيها لغبطة في الأمين وأسد أثناء تصنيع البروتين دعمتا بيحصل لها فولدينج لو نوع من البروتين حصلوا مثل فولدينج برضو بتكسر عن طريق البروتوزومز وزينا الممبريناس بكده احنا خلصنا المحاضرة ولو اي سؤال عندكم يعني اهائلية ساعة مكتبية هتبقى في القسم إن شاء الله وكمان لو الليدر بتاعكو حبي يتواصل معي على الواطس يبعت لأي سؤال انا هجاوب عليه او لو بحتاجينه ركوردينج هعمل لكم ركوردينج لأي حاجة مش فاهمينها ان شاء الله بس انا عايدة اسألكم كان سؤال كده بحسب طمين ان انتم فهمتوا المحاضرة ان شاء الله اول سؤال طبعا اسئلة بتاعتكو سواء في الفورماتيف او الاند بلوك او النهائي عبارة عن امي سيكيو السؤال بيبقى دائما انا كتبى كده which of the following is the non-membranous organelles البلاثمامبراين والليتوزوم والمايكروتيبيول والاندوزوم ولا ميتو كوندريا انه واحد فيهم انه اجابة صحيحة فعلا هي المايكروتيبيول ودي اجابة صحيحة لاني تبعين كلهم سروند بي السؤال الثاني اللي هو السيتوسكيلتون السيتوسكيلتون يا جماعة يشمل ايه هل هو المايكروتيبيول الاندوزوم ولا الاندوزوم ولا الاندوزوم ولا الاندوزوم الاندوزوم المايكروتيبيول هي السيتوسكيلتون معناها ان الاندوزوم والالترميد الفيلاميد والميكرو تيبيول عاملين شبكة تعمل سببورت للخلية فهي بتساوي من سيتوسكليتر هيبقى الاجابة ايه كده هي الاجابة الصحيحة الاجابة الصحيحة ان كل الاجابات مضبوطة هي السيتوسكليتر السؤال الاخير السنتريولز السنتريولز هم الخصائصها ايه اول حاجة هل هي سيلف ريبليكيب تركيبها ايه هل هي ناين دوبلتز يعني تسع هزم بس دوبلتز من الميكرو تيبيول فى النصف فيه سنتريل سينجل السنيجل ولا هى هو سلواندد بسنجل ميمبراين ولا هى 9 دوبلتز وفى النصف طو سنتريل السنيجل سينجل ميكرو تيبيول ولا هى هى دونتسلف ريبليكيب هتكون ايه الاجابة الصحيحة اولا هي مش ناين دوبلتلعكس هى 9 تريبيلت ومافيز اي حاجه فى السنترال بارد ونطف سلواندد من ميمبراين وهي هتبقى الاجابة 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 كده بقى خلصنا المحاضرة وان شاء الله يارب تكونوا مفهمتوا حاجة او استفدتوا منها ومعاكم في اي سؤال وكل سنواتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته